على ذمة صحيفة واشنطن بوست تشجع الولايات المتحدة أوكرانيا سراً على التلميح بالانفتاح على التفاوض مع روسيا الصحيفة نقلت عن مصادر لم تذكر أسمائها القول إن طلب إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يهدف إلى الضغط على أوكرانيا للجلوس إلى طاولة المفاوضات في حسب وإنما يعد الأمر إلى محاولة لضمان محافظة كييف على دعم دول أخرى بل خلف الدعوة إرهاق من واقع يعيشه شركاء أمريكا تضيف الصحيفة نقلاً عن مصدر أن الإرهاق من تبعات الملف الأوكراني من ارتفاع تكلفة الغذاء والوقود حقيقة لدى بعض الشركاء دعوة على مضض سبقها مرسوم رئاسي وقعه زيلينسكي في الرابع من أكتوبر الماضي يفضي إلى استحالة إجراء أي مباحثة محتملة مع بوتين غير أنه لم يوصد بابها أمام رئيس آخر في غضون ذلك مشهد جديد من مرسلسل لمخلفات صواريخه مارس الأمريكية ضربة أوكرانية تلحق أذراراً بسد كخفك الإستراتيجي في منطقة خيرسون حسب ما أفادت به مصادر روسية ستة صواريخ من نوع هيمارس أسقطت وحدة دفاع الجوي الروسي خمسة منها فيما عجزت عن اعتراض الصاروخ السادس خلف أنفة المواقف وتشددها يتجلى واقع لا يمكن إخفاؤه أو الاختباء خلفه حال الحرب في أوكرانية وما أفرزته من تبعات وتعقيدات سياسية واقتصادية عالمية ترجمة نانسي قنقر